مزبور. كيف نعدل التعليق عنها التجربة؟ يعني التجربة فيه كذا اتجاه نتكلم فيه. اول حاجة فيه مناصرين وفيه ضد. خلينا نتفق في البداية ان اي مدرب بيدخل نادي الاهلي السي في بتاعه بيعلى بوجوده في النادي الاهلي. طب. اول حاجة حتة ان حد افريقي دخل مصر وبتتقانن بامانويل واخير الدمودوي اعتقد التجربة مختلفة. امانويل كان مبتدئ في التدريب. ممسكش فرقة كبيرة. فبالتاني ما ينفعش قارن موسيماني با امانويل. دي اول حاجة. واخير دي موضوع نفس الشيء. برضو لما جيه مجاش يعني مجاش برضو هو الواقع بطولات ومحقق بطولات كتيرة فما ينفعش المقارنة بين التلاتة. فدي اول نقطة. التاني نقطة للناس اللي بتنتقد. الناس اللي هي شايفة ان التعاقد ده مش كويس. اول حاجة في مصر اي حاجة غريبة بتنجح. اي حاجة غير اللي احنا شايفينها او احنا بننتقدها كتير بتنجح. وعندك امثلة كتير جدا. كابتن جهري 98 الناس كلها انتقدته اخدوا البطولة. انتقدت حسام حسن خدها ده في البطولة. 2006 ما كانش فيه واحد كان يفكر مصر تاخد البطولة. ومصر اخد البطولة. 2008 نفس الشيء. 2010 نفس الشيء. كاس عالم 2018 الناس كلها كان بتحارب اه كان بتحارب المدير فاني كوبر. مصر صعد الكاس عالم. دايما احنا لما تيجي صفقات كمان على مرة تاريخ. ابو تريكا. ابو تريكا كله صفقات ابو تريكا في البداية. مين ابو تريكا هو العيب كويس كل حاجة بس مش النادي الاهل. نجح نجاح رهيب. بركات لما جيه قالك عنده قصوة مزمنة هيقعد فترة طويلة. مش هيدي بشكل كويس. عمل نجاح رهيب. كل الناس اللي انت بتقلل منهم في البداية بينجحهم. وكل الناس اللي انت بتحطهم في مصف النجوم بدري بدري. بالضغوط عليهم بتزيد فبتقل. هما الصفقة قيمتها بتقل. ومش هذكر اسمها ان احنا مش عايزين نقل من حد. ولكن شوف كل الصفقات اللي كان فيه مشاكل بين اندية كبيرة عليها. على مستوى العالم. كلها فشل. كلها بنسبة تسعين في المية او خمسة وتسعين في المية فشل. لكن الصفقات اللي بتيجي في هدوء وبتمشي بشكل تدريجي. الناس ما بتحطش عليها ضغوط بتنجح نجاح باهر. نقطة تانية. ده تكلمنا في الناحية اللي الناس بتنتقد. الناس التانية اللي شايفة ان احنا جدنا حد معاها عصى موسى. ده برضو اتجاه خاطئ جدا زي ما اتفقنا ان طول ما بنقل بسقف الطموحات بتاعتنا. الطموحاتنا ممكن تيجي منك تقع. دلوقتي المدير فني الجديد. اه انا شاف ان دي احلى. يعني لكل مدير فني لو هو بتتكلم معاه. ده احلى توقيت ليه دخول اي مكان. بمعنى ان هو داخل قبل البطولة بالخمساشر يوم. مع اكسكيوز بتاعه. مع اعزره. انا جاي متأخر. جاي قبل بخمساشر يوم. فبالنسبة له عنده اتجاهين. عنده اتجاه. لو كسب بقى نجمي النجوم. لو خسر بقى عنده اكسكيوز كمدرب. يعني انت الوقت ما يقدرش. مفيش حد لا لعب كورة ولا صحفي ولا ايا كان ايا حد منتمي للعبة. يقدر يقايم ان المسلماني هو. يعني لو خرجت من البطولة هو الموضوع عنده. انا شاف ان اقل واحد. اقل واحد عنده. الريسك دلوقتي ان هو الناس تنتقده قوي هو مسلمان. وبالتالي كمان عنده حاجة ممكن تنجحه. بجهة نظري. ان هو جاي بعد حد ما كانش مركز. احيانا ممكن انا اقعد في استوديو مش مركز خالص. اي. وانا موهوب وكل حاجة. بس مش مركز. اي. ممكن يجي واحد اقل مني يقعب مكاني يركز تركيز المية في المية بتاعه يديك مردود اعلى. وخلينا نتفق ان الناد الاهلي عنده لعبة كويسة. الفترة اللي فاتت كان فيه لاخباطة كتير في التشكيل اه مقصود او غير مقصود ايا كان مش مشكلة بس بيديك مردود مش كويس. وتغيب كتير في المراكز اللعيبة. فبالتالي اي حد هيجي هيزبط الحاجات دي ا اماكن المراكز اللعيبة بشكل كويس. ويشتغل على الاساس. اي لاخباطة لما ترجع على الاساس بتمشي كويس. فدي نقطة من النقطة اللي برضو الايجابية لموسيماني. نقطة تالية ان كل دخلة اي مدرب جديد بيبقى فيها روح جيدة جوة بفرقة. كويس. بمعنى على الاقل على الاقل اول تلاتة اربعة ماتشات. بمعنى ان في مدرب جديد اللعيبة عساس بنفسها وقدامه مهما ان كانت هو تفرج على فيديوهات او تفرج او عنده او عنده حد بينقله الاخبار باي شكل ازا كان ايجابية او سلبية. فبالتالي هو قدام الليل اللي قدامه. كويس. فاعتقد دي برضو حاجة ايجابية عند اللعيبة هتدي مردود اعلى. اللعيبة الفترة اللي فاتت ممكن يكون عندها مش تشبه عندها يعني بقت خلاص حفظة اللي بيتقالها وحفظة الرتم اللي احنا ماشيين به الفترة اللي فاتت. بداية من مبارات الجونال والدية. وخلينا اتفق واحنا قلنا الكلام ده كله في الفترة اللي فاتت كلها. الحاجات التانية الايجابية اللي ممكن تبقى عند المدرب ان هو يقدر يعالج اخطاء الف الفترة دي. لو قدرت تعالج اخطاء بس. لو قدرت تعالج اخطاء. واتفقنا ان بطرط افريقي. اللي هيقلل اخطاءه. مش اللي هيعمل احسن حاجة. لا. اللي هيقلل اخطاءه. والفرقة اللي هتمنع. هتقلل دخول ادف مرماها. وهتقلل فرص عليها. اعتقد هي لا تاخد البطول. فاعتقد كابت العادل في الفترة دي تقريبا. لاربع فرقة متساوية تقريبا في المستوى. جدا. متساوين جدا. ولو جيت بسط من اول من بعد الايقافات تاعة الكورونا لغاية دلوقتي. هتلاقي فيه مباراة متفاوتة. ما تقدرش تقول مين احسن فرقة فيهم. هتيجي تقول فترة. الزمالك قده كويس. بعدك هتجي تقول تاني لا الاهل فيه اربع مشات لعبهم كويس. وهتيجي في الرجاء نفس الموضوع. الرجاء والوداد الناس اتفرجت. الناس يعني شافت ان الرجاء والوداد مش احسن حاجة. فرج على المباراة اللي بعدها مع الرجاء والوداد الفرقتين. فرقتين كويسين. فكل حاجة لها لها توقيت مختلف في المرضود. بس انا شايف دلوقتي ان احنا نقطة مهمة جدا. دي اهم دي بقى خلاصة الموضوع. ان انا بتعامل مع كيان بتعامل مع النادي الاهلي. ما بتعاملش مع مع محمد يوسف او مع العلاقheen خلقات الاقاب او مع ايمن شوقي. بتعامل مع المكان كبير. اي. المكان الكبير ده انا بدعمه باي شكل. مين اللي موجود مش بتاعتي. اي. انا انا ممكن يحب كابتن ايمن. او ما يحبش كابتن علاء او العاكر طبعا مع حفظه الالقاب. ولكن في الأورة اواف الاخر هو فيه مكان انا بتعامل مع مكان ما بتعاملش مع شخص. اه. فانا ش ان احنا لازم نتكاتف. الوقت قصير جدا. آآ البطولة دي هتضاف لاي حد موجود. لو فيه رئيس نادي الليوقتي هتضاف له بطولة. لو فيه جي لرئيس نادي بعد عشر سنين واخد بطولة هيتحسب له ان هو عنده خمستاشر بطولة واتناشر بطولة وتلاتاشر بطولة. فبالتالي مش هتنتقس من حد. لا بالعكس هتزود لي. يعني لو لو انا لو انا الموديل الفني القادم من نادي الاهلي وفي واحد واخد تسعة بطولات. لما انا بضف لي بطولة العشرة. ولا ايا كان. سيما الناس يعني. البطولة العشرة وبطولة العشرة دي في الوقت ده هتخليني اكبر نادي في العالم واخد بطولات. انا او في القارة. اي. فبالتالي العمل الانجاز ده هو اللي قابلي. علي قابلي سعيدني في الانجاز. صح. فبацию انا شايف ان هي الامور واحدة. وخبالك برضو كل واحد يعني ربنا بيكتبله حاجات في كل وقتها. مهما انت حاولت تتروح هنا ولا هنا وهيكتبها لك في وقتها. فانا شايفة احنا لازم نتكاتف. الناس كلها تتكاتف. الناس كلها تقل الطموحات العالية قوي قوي. عشان ده مش صح. اي. والناس كلها تبطل تنتقد لمجرد النقد. لازم يبقى فيه وسط. اي. لازم يبقى فيه وسط. وشخصية النادي الاهلي. معلش انا طولت شوية. شخصية النادي الاهلي هي الهدوء والاتزان والتقل. يعني ان ان الشخص يكون تقيل. من اول رئيس النادي لحد اقل واحد في النادي. اه. وبالتالي ده بينطبق على الجمهور. الجمهور لازم يكون فيه تقل شوية. ما بقاش طول الوقت احنا عمالين عايزين اخبار جديدة اخبار حلوة 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 كل يوم. انت لو فتحت المواقع التواصل الاجتماعي كل شوية اخبار جديدة. خلينا فيه تقل. خلينا فيه هدوء. خلي لعبة تركز. اللعبة بتقرأ ده خلي بالك. صح. والمديرين الفنيين بيوصلوهم ده. فما تحطش لوت بطريقة غير مباشرة على مدرب. انت هو ده ادواتك. هم. الادال يعني اهم ادواتك هو مجلس ادارة. مدير فني. لعبة. فبالتالي انت بتضغطه. هم. فمش هديك احسن حاجة. صح. بس لو اتعاملت بالوسطية. خليك وسط. مصبور. لا تنتقد قوي. اه. ولا ولا توقع طول وقت قطع. مصبور. خليك اصبر. لغاية ما فترة كل واحد تخلص وبعد كده بقى فيه حساب فيه وقلم. صحيح. ولكن في الاول وفي الاخر انت بتعامل مع كيان مش اشخاص. مصبور. نعم. وبرضو ما انساش زي ما قلنا في الاول التوفيق وعدم التوفيق.